أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرقيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقصص ولا تخصروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرد البحرين يلتقيان بينهما برزق لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمغدان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله ما في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنخرج لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم ما تنفذوا من أقطار زماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكم شوار من النار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان يومئذ لا يسهل عادا به إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان عند ذوات أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان فلهما مقام ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما التكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نواقتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل وغمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما خيرات عزان فبأي آلاء ربكما تكذبان عور مقصورة في القيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمدهن إنس قبلهم ولادان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكين على ربكما خضر وعبقر إنس قبلهم فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والندم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تقعوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقصص ولا تخصروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنقل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارد من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرد البحرين يلتقيان بينهما برزق لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمغدان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في الشأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنخرج لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم ما تنفذوا من أخطار زماوات والأرض لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شوار من النار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان يومئذ لا يسهل عادا به إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان عن ذوات أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان فأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنة فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نواقتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل وغمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حورا مقصورا في القيام فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكين على ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان كبارك اسمر ربك ذي الجلال والإكرام ودخ الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والندم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطعوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقصص ولا تخصروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرد البحرين يلتقيان بينهما برزق لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمردان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والككرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله ما في السماوات والأرض كل يوم هو في الشأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنخرج لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم ما تنفذوا من أقطار زماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردتا كدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان يومئذ لا يسأل عادا به إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان من ذوات أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاتهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن ذوات أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نواقتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل وغمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حورا مقصورا في القيام فبأي آلاء ربكما تكذبان